في ردود الفعل الدولية أكدت الجزائر وتونس لحد ثبات موقفيهما في نصرة القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع التي تشهدها الأراضي المحتلة وباقي دول الجوار الفلسطيني وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وفي مؤتمر صحفي مشترك أعقده برفقة نظيره التونسي محمد علي النفطي في العاصمة الجزائر اعتبر بأن إقابة دولة فلسطينية مستقلة وسيدة يعد الحل العادل والدائم والنهائية للصراع العربي الإسرائيلي وشرطا لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها أن الأوضاع في العراضي الفلسطينية المحتلة وفي باقي دول الجوار الفلسطيني لا سيما في لبنان لا يمكن أن تغيب عن مثل هذا اللقاء الجزائري التونسي في ظل ثبات بلدينا على نصرة القضية الفلسطينية وعلى إعلاء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي الإسرائيلي وكشرط لا غنى عن توفيره لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها